حقيقة الضغوط المتزايدة اللي كلنا عايشينها الحقيقة يعني دايماً بتموثل ضغوط نفسية واقتصادية واجتماعية على جميع الشرائع والقطاع الخاص متحمل جزء كبير جداً من هذه الاقتصادية كيف يمكن لدكتور أشرف التعامل مع مصطلح اقتصاد الحرب؟ تمام الأول نحن نجد نشير بس إلى أن مفهوم اقتصاد الحرب مفهوم مرتبط بأن الحكومة هتسخر كل إمكانياتها للتحرك لحماية حدودها للدعم الانتاج الحربي شيء من هذا القبيل وده بالتأكيد حيدفع المجتمع إلى شيء من التقشف في الانفاق الحكومي شيء من فرض مزيد من الرسوم ربما وهكذا ولا شك ده حيلقي أعباء كبيرة على القطاع اللي احنا دايماً مجغولين به والقطاع المتوسط والعائلي والقطاع ده يمكن هو حائط الصد الأول في الحدوتة ديت وطبعاً لما بتكلم عنه بحاول أعمل ست محاور أو ست تحديات بقشير إليهم لما يعني أنا لما بيعدي على ودني كلمة اقتصاد حرب بقول أه أحنا مطلوب مننا ست حاجات ويمكن أنا النهاردة جاي وأنا في نيتي أن أنا أتناقش مع حضرتك في الست تحديات دول لأن شايف مدير سالة مهمة لازم توصل لمعظم رجال الأعمال خاصة في القطاع اللي أنا بيعني وهو القطاع المتوسط والعائلي أول رسالة أنا بسميها أو أول تحدي هو الدعم النفسي والسيتك طبعاً كلمة الدعم النفسي يمكن كلمة شائكة جداً وملفتة للنظر أنت جاي بتتكلم عن الاقتصاد اللي جاب النفسي هنا حقيقة أن فلسفة اقتصاد الحرب وكلمة الحرب دائماً ما تجر وراها الألام والأحزان والفقر والعوز ولذلك كل الإدارات وكل الحكومات دائماً ما تسعى التجنب لمثل هذه الألام بس دكتور الدعم النفسي هل للمعنويات تأثير في دنيا الأعمال ده مش تأثيره بس ده تأثيره نص لأن متخذ القرار هو في الآخر إنسان ومتخذ القرار بيتأثر جداً بالكلمات اللي بتطرح حواليه شعوره بأن ممكن ياخد قرار يترتب عليه إنه هو يقفل يفلس يتسجن تأكيد حيحول دون إنه هو يكمل فيه ألأ طبعاً شعوره بأن فلوسه بس مجرد ممكن تضيع ممكن تحصل أزمة ما حكومية أو غير حكومية يترتب عليه أن فلوسه تروح كل ده كل ده بيترتب عليه حالة من التقاعص والانكماش في الاقتصاد زيوع الزعر عشان كده نقول أول تحدي أنا متكلمش على مستوى الدولة أتكلم على مستوى الشركات أول تحدي إحنا لازم نحطه في الاعتبار دايماً كمتخذ قرار جوه الشركات المتوسطة والعائلية إنه إحنا ندفع هذا الزعر لابد أن نتذكر دائماً أن أرزقنا معلقة بالله وليست معلقة باستقرار الاقتصاد العالمي من عدمه وده دايماً تسمعه من كلمات رجال الأعمال يعني حتى أنا لدي كلمة مضحكة شوية أن أنت لما تحب تتعرف على ربنا تروح تقعد جنب رجال الأعمال تقول إيه اللي جاب لي جاب يعني يمكن قصدك رجال الدين لا 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 رجال الأعمال رجال الأعمال أكتر ناس بتعاين كيف يتعامل الله مع القضايا ويتعامل مع الستر والرزق وكيف يرزق عباده بيتعرض لأزمات كتيرة والمواقف صعبة كتيرة وبيشوف قد ربنا بيحلها في لحظات وبدون أسباب يعني برضو إحنا عندنا نقطة التعلق الشديد بالأسباب لا فيه مسبب للأسباب يعني كده الجنيه له قلب كده ومشاعر طبعاً على فكرة عدم نشر الزعر والخوف بين المستثمرين ورجال الأعمال يترتب عليه قدرتهم على اتخاذ القرار أنا مش بدعو للدروشها أنا حاج برضو ممكن تسألني سؤاله ومعنى كده أننا نجيب السبحة ونقعد في البيت لا بالعكس أنا بتكلم سيادتك عن تتبع أسباب الرزق تتبع أسباب الرزق لو أنت خوفتني أنا مش حاجة أصلاً مش حاجة وبناءً عليه دكتور دعم النفسي وبناءً عليه لازم رئيس مجلس الإدارة في كل شركة يدعم نفسياً اللي حواليه يعني بخلاف أن حضرتك بقى تدعمه هو نفسياً هو كمان مطالب أنه يدعم الوراء نفسياً لأنك هتلاقي الزعر ده ممتد لكل من حوله لازم ننشر فكرة أننا بنثق في الله وأنا مش عايز أقول حكساتك لما بتمسك الدولار بتلاقي كاتبين عليه كده إن جاد ويترست طب هم كاتبين كده إحنا أولاً إحنا نقول الكلام ده يجب أن تكون ثقاتنا في الله وليس ثقاتنا في استقرار الاقتصاد العالمي من عدمه يعني ما نشتغلش لأ نشتغل ونعمل كل حاجة ولكن لابد وأن نتوقف عن نشر الزعر